السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الصلطة في المنام تقطيع الصلطة أو أكل الصلطة أو رؤية الصلطة في المنام الصلطة في المنام تشير إلى تغير الحال الأفضل وتحقيق الأحلام كما أنها تدل على تأسير الحال والصلاح والتوفيق تفسير رؤية الصلطة في منام العزباء إذا رأت العزباء أنها قامت بإعداد طبق من الصلطة كامل لا ينقصه شيء فهذا يشير إلى إتمامها للعمل الذي تقوم به وأما إذا رأت أنها تقوم بإعداد طبق سلطة ولكنه كان ناقصا فهذا يشير إلى نقصان بعض الأعمال التي تقوم بها وينبغي عليها إكماله حتى تشعر براحة نفسية تفسير رؤية السلطة في منام المتزوجة إذا رأت المتزوجة أنها تأكل سلطة لذيذة من طبق هي وزوجها على مائدة فهذا يدل على تحقيق الأمان والأحلام الذين يطمحون إليها وإذا رأت أنها تقوم بمحاولة صنع طبق لذيذ من السلطة وتتفنن فيه فهذا يشير إلى أنها تحاول جاهدة أن تعيش حياة زوجية سعيدة وتعمل على استقرار بيتها وإذا رأت المتزوجة أن زوجها يشتري الخضروات الخاصة بالسلطة فهذا يعني في الحقيقة أنه يأتي لها بالمال والرزق بأمر الله تعالى تفسير رؤية السلطة في منام المطلقة إذا رأت المرأة المطلقة أنها تأكل الكثير من السلطة من طبق كبير فهذا يشير إلى حصولها على رزق وفير وخير كبير وأن الله سيعودها في الأيام القادمة من حياتها وإذا رأت أنها تقوم بإعداد طبق سلطة خضراء فهذا يشير إلى تبدل حالها إلى الأحسن وقد تتزوج من شخص صالح بإذن الله وإذا رأت المرأة المطلقة أنها تأكل الكثير من السلطة والطبق لا ينتهي فهذا يشير إلى حصولها على خير كثير ووفير من عند الله رؤية السلطة في المنام يشير إلى أن الإنسان يمر بمرحلة همة في حياته مثل مرحلة الخطوبة أو الزواج وما إلى ذلك تفسير رؤية السلطة في المنام للرجل أما إذا رأى الرجل في المنام أنه يقوم بتقطيع السلطة فيدل المنام أنه يقوم بالأعمال النافعة التي تجلب الخير له ولبيته ويدل أيضا على اكتساب رزقه بالحلال والله تعالى أعلى وأعلم أما إذا رأى الرجل أن زوجته تقدم له على مائدة الطعام طبق كبير من السلطة فيدل المنام على أن زوجته من الزوجات الصالحات التي تسانده على أعباء الحياة وتقف معه في التخلص من أزمته وإذا رأى الرجل في المنام مجموعة من الخضروات لعمل السلطة ويريد أن يقوم بتجهزها فيدل المنام على أنه يريد أن يكتمل الأمور والأعمال الهمة في حياته إذا رأى المرأة الحامل أنها تقوم بالأكل من طبق السلطة فيدل المنام على سلامتها وصحتها وصحة جنينها لما في طبق السلطة من فوائد عديدة داخل الجسم أما إذا رأى المرأة الحامل أن زوجها يقدم لها طبق كبير من السلطة الخضراء فيدل المنام على أنها سوف تنال السعادة والمساندة من زوجها في أوقات حملها وولادتها وإذا رأت المرأة الحامل أنها تشتري خضار خاص بالصلطة الخضراء من السوق فيدل المنام على أنها منشغلة بتحضير وتجهيز طلبات الولادة وما يحتاجه المولود الجديد والله تعالى أعلى وأعلم رؤية أكل الصلطة في المنام أما عند رؤية أكل الصلطة في المنام فهو يدل على الأمور السعيدة والتي تملأ بالخير ويدل أيضا على الكذب عن طريق حلال أما إذا رأى الشخص صاحب الرؤية أنه يأكل من طبق صلطة كبير في المنام فيدل على الربح الوفير من عمل يعمل به أو ربما يدل على الترقية في الوظيفة التي يعمل بها والله تعالى أعلى وأعلم وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء